أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أختنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض بالمرض الخبيث اللهم رب الناس اذهب الباس واشفع انت الشاف لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر صقما بسم الله يبريك من كل شاداء يشفيك بسم الله يبريك من كل دا يشفيك من شر حاسد ندا حسد ومن شر كل ديعين اللهم يا رب يا رحمن يا رحيم اسكو في قلب مريدتنا وأختنا في الله اسكو في قلبها الرداء وارزقها الصبر على البلاء اللهم ارزقها الصبر على البلاء اللهم اجعل قلبها متيقنا بشفائك طامعا في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خفف عن أختنا ما أصابها وعفوا عنها وعافها من كل ألم اللهم اجعلها لابتلاء كفارة لا وطهورا ورفعة في الدرجات في الدنيا والآخرة اللهم اشفيها شفاء عاجلا واكتب لها تمام الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا شاف يا رحمن اللهم يا شاف ينزل شفاءك عليها اللهم لا تواخدها بذنوبها واغفر لها وارحمها وتولها وعافها واعف عنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا من أمره بين الكاف والنون يا من إذا أراد أمرنا يقولا له كن فيكون اللهم قل لشفاء أختنا كن فيكون اللهم إنا أماتك قد أتعب المرض فيارب باعد بينا وبين هذا المرض الخبيث كما باعدت بين المشرق والمغرب واشفيها شفاء عاجلا اللهم ارفع عنها ما ألم بها وخفف عنها ما أوجعا وتولى مرا وكن معا ولا تكن عليها يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا محنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان اللهم إن كان المرض الذي كتبته عليها فتنة فارفعه عنها يا الله وإن كان بلاء فعافها منه يا رب السماوات والأرض اللهم يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل بلوى اللهم ارحمها وعافها وشافها إنك على كل شيء قدير اللهم يا رب السماوات والأرض وما بينهما اللهم أنت القادر على الشفاء أنت القادر أنت الشافي نسألك يا الله أن تشفي واختنا في الله وتشفي عبادك الضعفاء شفاء يعجب له أهل الأرض والسماء اللهم إنا نسألك الذي هو في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لأختنا ذنوبها وكفر عنها سيئاتها واشفها شفاء لا يغادر سقما أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع في جسمها فيبارأ على هذا المرض فيبارأ على هذا الوجع فيبارأ على هذا الوجع فيبارأ بحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مردت فهو يبارأ تحصنت بسم الله العظيم الأعظم واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبك الله هو نعم الوكيل يا ربي اللي عنده شمرت شفه له واللي ضل تهديه واللي في شديخ تخرجه منه يا ربي تخرجه من المهم ومنه كرب المكروبين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق آمين